الاخر توقع انت كنت معي تمام قلت لك اسمع الكلام قلت لك اسمع الكلام كابت حاج الشامي كان معي هنا قبل كده ووقت ما كاني كابتن إيهاب جلال مدير فاني المنتخب مصر وقال لنا بقولك ان كابتن إيهاب جلال مش هيكمل فانا عادت أقول له يا رجلي كمل وان شاء الله خير وبإذن ان انا نشوف حاجات حلوة ونشوف مباريات وانتصارات فوقل لسه اللقتي بيفكرني بيقول لي فاكل لما قلت لك انت كنت متفائل انا بحبي فيك التفاول بتاعك وانا كان لازم متفائل انا بتفاول بأي حد وده دور الاعلام بصراحة يعني في التوئيد ده كان لازم تساند الكابتن إيهاب جلال وده دور اي اعلامي وده دور اي اعلامي بيحبي بلده وانت ده طبيعي ان ده راجل بيمس المنتخب مصر فده دوري كاعلامي ان انا ان انا اساند لكن انا كلي رؤية وانا كنت شايف الموضوع بشكل اوضح انا جواه المطبخ شوية فشايف عارف كواس بس بالسرعة دي او طبعا كنت بتوقع السرعة دي جدا وانا اكدت عليك يا كريم قبلها وقلتلك يا كريم تخيل كابتن إيهاب جلال لو لم يوفق المباراتين دول ايه هيكون مصيره فانت كنت مصمم على التفاول وانا كنت مصمم على رأيي لا انا وقلتلك انه لا متعايد متعايد فترة فمش هيمش حتى الحل مستحيل يا كريم المفروض انت كمان اخدت خبرات كتيرة فتكون عارف الدنيا ماشي ازاي لكن ده لا يقلل من اهمية الكابتن إيهاب جلال وانه مدرب احترم جدا مدرب كويس جدا اتظلم في التوقيت اللي كان متواجد فيه لكن في النهاية ربنا يكرمه في اللي جاي وان شاء الله يرجع اقوى من الاول ايزا الشيء بشيء يسكر وده مش ترتيبة الحوار ولكن لازم اسألك متفائل لفيتوريا فيتوريا يعني حاسه انه هو مدرب كويس بس برضه مش زي ما قلتلك يا كريم قبل كده احنا ما بنجهس مشروع طول ما انت مش مجهز مشروع عمر ما تنجح الموضوع مش ان انا امضي عقدة 4 سنين مش مدربه بس توس بس لسه الموضوع هي المنظومة كلها وازاي تمشيها بشكل علمي عشان تنجح احنا هنا في مصر اقولتلك قبل كده احنا واخدين الموضوع بشكل عشوائي ان انت بتتعاقد مع مدير فني او اسم كبير عشان ترضي الشارع وده مش صح يعني انت محتاج ايه عشان يبقى في مصر لا محتاج حاجات كتير قوي انت انا قلتلك قبل كده عشان تنجح كمنتخب مصر انت لازم تشتغل على على الاعمار السنية الصغيرة زي النهاردة وانت بتتكلم عجبني جدا وانت في الانترو بتتكلم على منتخب 17 سنة خسر النهاردة لكن انت قلت ان في ايجابيات ان في عناصر مبشرة هو ده الصح يا جماعة هو قطاع الناشئين في اي نادي انا دلوقتي موجود في نادي المقول العرب مش من هوات ان انا عايز نتائج وان انا حقق بطولة خالص انا دور القطاع الناشئين ده هو لما حقق بطولة ايه الفائدة اللي انا هستفادها صحيح غير حاجة واحدة بس ان انا بزرح في الناشئ ده حب المكسب وحب البطولة دي حاجة كويسة صح لكن غير كده لأ انا عايز اجهز ناشئ يقدر يفيدني يفيد الفائد الأول بالزبط النهاردة الموسم اللي فات المقول العرب لما يبقى متواجد خمس لعيبة من العناصر الولاد الصغيرين ناشئين ولاد النادي ويلعبوا بشكل اساسي في توقيت صعب في الظروف الفريق طبعا طبعا فده مكسب